متابعيني جميعا على قناة انفو تكفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلامة معاكم مروة سليمان وفيديو جديد ان شاء الله على القناة اتمنى ان هو يعجبكم شركة اوبين اي اي بدأت انها تخشي مرة تانية المنافسة وتنافس بقوة مع الاصدار الجديد اللي اعلنت عنه بتاريخ 31 يناير 2025 هذا النموذج الجديد اعتقد ان هو له خصائص استثنائية لان هو يعتبر من اقوى سلسلة النموذج المنطقية لدى اوبين اي اي واللي بيتميز بفعاليته من حيث التكلفة والاداء دي قدرات استثنائية زي ما اعلنت شركة اوبين اي اي في مجالات العلوم ورياضيات البرمجة نقدر نقول في الستيم ابروش مع الحفاظ على تكلفة منخفضة وزمن استجابة قصية يعني يرد عليك بسرعة من ابرز مميزات او ثري ميني نقدر نقول ان هو بيدعم خصائص مطلوبة بشدة من قبل الديفولوبرز او المطورين زي استدعاء الدوال واعتقد ان ده حاجة من الحاجات اللي المطورين حيستفيدوا بيها بشكل كبير جدا خاصة انا قلتلك ان هو قدراته حلوة عالية وايضا استجابته سريعة فيه ثلاث مستويات من او ثري ميني منخفض ومتوسط وعالي low و mid و high وبالتالي بيسمح للمطور او الديفولوبر ان هو يستخدم النموذج وفقا للاحتياج بتاعه وفي نفس الوقت ان هو بيتيح التفكير بعمق وبالتالي عنده قدرة على حل التسكات المعقدة بشكل عام او ثري ميني ما نقدرش نقول ان هو فقط في البرمجة او بيستخدم في تطوير برمجيات لا بيستخدم في حاجات كتيرة مش بس يحسلي كود برمجي لا ممكن كمان يشتغل على المواضيع المعقدة في ارياضيات والعلوم بيسهل على الطلاب فهم المفاهيم الصعبة او الحاجات الصعبة او ثري ميني دلوقتي هو متاح في الشات جي بتي بلاس والتيم وطبعا البرو اما بالنسبة الخطة المجانية والاول مرة اوبن اي اي بتتيح لمستخدمي الخطة المجانية ان هما يجربوا نموذج او ثري ميني عن طريق اختيار خيار الريزون وحوره لكم ايضا في الخطة المجانية هنشتغل على الخطة المدفوعة في الاول وبعد كده اواريكم الخيار الخاص بالخطة المجانية النوع ان شاء الله هنجرب مع بعض او ثري ميني ونشوف قدراته وهل هو فعلا زي ما بتقول اوبن اي اي من اقوى النمازج ذات التكلفة المنخفضة واللي استجابتها عالية ولا لأ ده اللي هنشوفه النهاردة يلا بينا نجرب او ثري ميني وارجعنا لكم مرة تانية عشان يطبق بشكل عملي على النموذج الجديد من اوبن اي اي وهو او ثري ميني اول ما هتخش على شاة جي بي تي بالنسبة لي الخطة المجانية هنلاقي هنا في الدروب داون ليست لو دوسنا عليها هنلاقي في عندي او ثري ميني وعندي او ثري ميني هاي امتى استخدم او ثري ميني او ثري ميني فاصلات ادفانسد ريزونينج يعتبر هو سريع للتسقاط الادفانسد ولكن بالنسبة للوجيك والكودينج هيكون افضل او ثري ميني هاي تعالوا كده نشوف تطبيق عملي في البرمجة هنا انا قلت له الابجكتف بتاعتك انك انت اتصمم فيجوالي كومبيلنج اند انفورميتيف لاندينج بيج تعملي لاندينج بيج تو ماكسمايز ازود السابسكريبشن والانجيج منت على اليوتيوب شانل واسم اليوتيوب شانل انفو تكفر يو وعطيته الربط بتاعها وقلت له التارجت اوديانس بتوهي مين هما هنا انا مختارة او ثري ميني هاي اللي المفروض بالنسبة للكودينج يعتبر كويس جدا هبتدي ادوس انتر ونشوف النتيجة هنا هبتدي يفكر زي ما احنا شايفين خد 12 ثانية في التفكير وعطاني في الاخر الكود بتاعي خلاص على وشك انه هو يخلص هنا هبتدي ان انا اخد الكود واشوف النتيجة وروح ادوس على جي بي تي فور او وعمل نيو شات وحبتدي اروح هنا لفيو تولز وحفتح الكانبس وحبتدي ان انا احط الكود كنترول في وحدوس انتر وتعالوا انشوف تنفيذ الكود داخل شايف جي بي تي من غير ما اروح على فيجوال السوديو كود عشان انفذ اشوف البريفيو بتاعه شكله هيكون عامل ازاي ودي حاجة من الحاجات اللي بحبها جدا مؤخرا في شايف جي بي تي وهو تنفيذ الكود بالشكل حنشوفه مع بعض الوقت وبقدر ان انا اعدل عليه واشوف النتيجة هنا خلاص خلاص الكود حطولي في الكانبس اللي هو نفس الكود اللي انا عطتوله هنا خلاص الكود وحطولي في الكانبس هو تقريبا نفس الكود اللي انا عطتوله وحبتدي ان انا ادوز بريفيو يور اوتبوت عشان اشوف الاوتبوت هنا بيقولي allow network access بترو تمام ده الاوتبوت ده اللاندينج بيج بتاعتي هنا تقدر انت بقى تعدل كل حاجة انت عايزها انا ممكن بمنطقة البساطة اروح احط ال subscribe now احط اللينك بتاعي لو اللينك مش محتوط احط صورة لو انا عايزة ممكن اعمل اي تعديل انا عايزة هنا بس الحتة دي حبيت ان انا اشير اليها تعالوا نرجع مرة تانية لي O3 mini ونجرب بقى O3 mini مش O3 mini high هنا هنا يريد مزارع عبور نهر معا ذئب ومعزة وكرومب لديه قارب يحتوي على ثلاث حجرات منفصلة وامنة اذا ترك الزئب والمعزة معا على ضفة واحدة الزئب هاكل المعزة واذا تركت المعزة والكرومب معا على الضفة ستأكل المعزة الكرومب كيف يمكن للمزارع نقل الزئب والمعزة والكرومب عبر النهر بكفاءة دون ان يفقد اي منهما ده سؤال كده logic تعالوا نشوف حيجاوب معاه ازاي ده هنا problem حنشوفه حيتعامل معاها ده هنا logic problem حنشوفه حيتعامل معاها ازاي وانا هنا يعني هيكا بالانجليش ترجمته للعربية هنا ده reasoning بيبتدي ان هو يفكر وبصوا الاستجابة بتاعته سريعة زي ما انتوا شايفين كده الاستجابة بتاعته سريعة اعرفش هل انتوا لاحظتوا النقطة دي ولا لا في الفترة الاخيرة او وان في ال reasoning كان الاستجابة بتاعته بطيئة في الفترة الاخيرة هنا اعطاني الاجابة بيقول ان المزارع حينقل المعزة للضفة المقابلة وبعدين يرجع ياخد الزئب والكرومب معا لانه الزئب ما بيأكلش الكرومب ويرجع على الضفة التانية فيه بس نقطة هنا انا حابة ان انا اقولها يعني هو قريدي القارب فيه تلات حجرات منفصلة وامنة فلو كل حجرة فيها واحد فيها الزئب وفيها المعز وفيها الكرومب ما فيش اختلاط فليه ما ياخدهمش تلاتة مع بعض يعني هي دي النقطة حبيت ان انا اروح ااخد نفس ال السؤال ده وابتزي اروح ليه الاو وان ويأديله نفس السؤال واشوف الاجابة بتاعته هنا في النسخة الكلاسيكية عندما لا تسمع ساعة القارب الا بنقل راكب واحد مع المزارع في كل مرة يكون الحل كالتالي حينقل المعزة ويرجع وياخد الكرومب يعني مش مقتنعة انا بالحتة دي قوي ممكن اخدها كده تاني كوبي واروح ليه ال او سري مني هاي وابتدي تديله نفس السؤال بص بقى اجابة او سري مني هاي ودي الاجابة المنطقية بصراحة من الاول خالص بيقول لي القارب يحتوي لتات حجرات منفصل بتمنع تلامس العناصر مع بعضها يعني يقدر يحط الزئب في الحجرة الاولى والمعزة في الحجرة الثانية والكرومب في الحجرة الثالثة التالتة يعني ويقدر يعبر بهم النهر مفيش اي مشكلة خالص يعني وحيفرغ الزئب والمعزة والكرومب في نفس الوقت وحيكون موجود قصة معاهم ويرائبهم فدي الاجابة الصحيحة فاذا O3 Mini High بصراحة الاجابة الصحيحة يعني انا شايفة ان الاجابة اللي قبل كده بالO1 Mini وبالO1 Reasoning ما كانتش الاجابة الصحيحة طالما انا قلت فيه تلات حجرات امنة يعني مفيش اي مشكلة انه هو ياخدهم التلاتة ويعني كل واحد في حجرة ويروح بهم الضفة التانية فدي كانت الاجابة الصحيحة وهنا التركية موجودة فين في تلات حجرات منفصلة هنا يعتبر ShGPT O3 Mini High مميز جدا في حل التسكات اللي تعتبر صعبة او فيها حتة فنية هنا التفت ليها زي ما احنا شفنا تعال نشوف تطبيق تاني مع بعض هنا هستخدم تاني O3 Mini وحشوف O3 Mini High ونشوف الفرق مع بعض هنا لديك ستة خيول وتريد تصابقهم لمعرفة ايهم اسرع ايه افضل طريقة للقيام بذلك وحدوس انتر ونشوف الاجابة بتاعتك بيقولي اذا كان مصاري السباق يسمح بسباق ستة خيول معا في آن واحد فالطريقة الامثل تنظيم سباق واحد يجمع جميع الخيول معا بهذه الطريقة عشان نرأي بأداءها قسم الخيوط لمجموعات بحيث تشارك كل مجموعة في سباق منفصل سباق الفائزين اجمع الفائزين من كل مجموعة وامضي في سباق نهائي لتحديد أسرح حصان بين هذه الفائزين يعني هو عايز يقسم الخيوط لمجموعات مثلا وكل مجموعة تشارك في سباق منفصل نفترض مثلا ان انا ممكن استمهل ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها اتنين والفائز هقوم واخد الفائزين واجمعهم في سباق نهائي عشان احدد من أسرح حصان يعني نشوف او ثري ميني هاي هل حيجاوب بالطريقة زي ولا لا هنا الموضوع مختلف بيقولي أول حاجة حدد منصر استباق طويل وكافي لإزهار فروقات السرعة بين الخيوط بدء استباق في نفس الوقت لحديد الفائز الذي يصل إلى خط النهائي حاجة بسطة جدا الأولين يبقى قالي هما ست حصنة يعني يعني الموضوع مش كبير ست حصنة يعني ليه أقسمهم وارجع أخد الفائزين وارجع تاني لكن هو هنا قالي حدد مصار الصباح بحيث يكون طويل وكافي لإزهار فروقات السرعة بين الخيوط بدء استباق في نفس الوقت تأكد أن كلهم حينطلقوا بنفس التوازي عشان يبقى الموفيق عدالة في المنافسة ولا حيوصل لخط النهائي يعتبر الأسرع بين السرعة أنا عاجبني جدا أوصلي من نهاية بصراح هنا السؤال كل صباح آية بتروح في نزهة تمشي تسعة كيلومتر بتتوقف عند مقهى بتصير بسرعة سابتة المهم هو عايز عدد الدقيق اللي بيستغرجها المشي يعني شاملة وقفها أو الوقت اللي بتأذيه في المقهى هنا حيبتدي أنه هو يقسم الوقت الإجمالي وفقاً للمعطيات وفي الآخر خالص بيبتدي زي ما إحنا شايفين يديني عند المشي بسرعة كذا هنا الأمر حيستغرق 200 و 4 دقيقة شاملة 24 دقيقة في المقذ دقيقة وفعلاً دي الإجابة الصحيحة أعتقد أن أوسري ميني هاي يعني حيكون أفضل حتى في المسائل الرياضية يعني وفضل أنت استخدم أوسري ميني هاي أنا أفضل أن أستخدمه أكتر كمان ما استخدم أوسري ميني حتى لو كان عايزة حاجة سريعة في الأدبانس دريز الفاصلات أدبانس دريزون يعني أنا برده شايفة أوسري ميني هاي ده يعني ممتاز جداً في الأداء حاجة أخيراً وأنا بيقولك تقدر تجرب أوسري ميني من خلال تفعيل الريزون أهم حاجة أنك أنت تكون مفاعلها لون هيكون أزرق وأعتقد أنه هو هنا من خلال تجربتي وحجرب دلوقتي معاكم مع بعض أنه هو بيجرب اللو ليبل إنه زي ما قلت لكم الأسري ميني 3 مستويات اللو والميدل والهاي هنا حديره نفس السؤال بتاع المزارع ونشوف الإجابة بتاعته هتكون عاملة إزاي هنا بيفكر طبعاً اللي بيستخدم الخطة المجانية ومجربش بكال خطة المدفوعة حيلاقي عملية الريزونينج أو السينكينج حيشوفها قدامه بتتنفذ لحد ما يديني في الآخر الإجابة الصحيحة بتاعه جيد إلى حد ما هنا بيقولي حيتم الآتي حياخد الزئب والكرمب معاً في حجرات القارب ويعبر النهر ويرجع ياخد المعزة هنا نفس الطريقة الكلاستيكية القديمة على رغم إنه فيه 3 حجرات منفصلة فهنا حقوله يوجد 3 حجرات منفصلة وآمنة هنا حيبتدي يفكر تاني بل في تنظره هنا بيقولي ممكن هو ينقل الزئب والمعزة والكرمب معاً دون أتعرض أحدهم للخطر لإنه فيه 3 حجرات منفصلة وآمنة يعني هنا برضو أعتقد إنه هو بيستخدم يعني O3 Mini Low Level فمش جيد من وجهة نظري ولكن ممكن يكون جيد في حاجات تانية في جزء متعلق بالنصو أعتقد أيضاً إنه كمان O3 Mini High أفضلهم وأحسنهم حتى الآن زي ما قولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وادفع على الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت بنحاول نقدم لكم كل جديد مفيد فحب أسمع رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته